أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي من الكلمات السائدة هذا العام حيث استحوذ على خيال الجمهور وأثر سباقا بين مايكروسوفت وألفابيت ملكة جوجل لإطلاق منتجات بتقنية يعتقدون أنها ستغير طبيعة العمل عبر العالم مثل أشكال أخرى للذكاء الاصطناعي يتعلم الذكاء الاصطناعي التوليدي كيفية بناء معلومات جديدة من البيانات السابقة وينشئ محتوى جديد تماما سواء كان نصا أو صورة أو حتى شفرة برمجية بناء على هذا التدريب بدلا من مجال التصنيف أو تحديد البيانات مثل الذكاء الاصطناعي العادي ومن أشهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي برنامج تشات جي بي تي وهو روبوت محادثة أطلقته شركة أوبن اي آي أواخر العام الماضي وتدعمه مايكروسوفت ويعرف الذكاء الاصطناعي الذي يدعم هذه التقنية برموذج اللغة الكبير لأنه يأخذ أمرا نصيا ومنه يكتب استجابة لهذا الأمر بنصوص مكتوبة بأسلوب شبيه بالإنسان وهذا هو الأمر الخطير حسب المختصين في هذا السياق هناك مخاوف بشأن إساءة استخدام هذه التكنولوجيا المحتملة فقد شعرت المدارس والجامعات بالقلق من استعانة الطلاب بتقنية الذكاء الاصطناعي لإنجاز بحوثهم وواجباتهم المدرسية مما يقود الجهد المطلوب منهم بدله للتعلم كما أعرف بحثون في الأمن السيبراني أيضا عن قلقه من أن الذكاء الاصطناعي التولدي يمكن أن يشجع إنتاج المعلومات المضللة وتزييف الحقائق طيب بالإضافة إلى مايكروسوفت وجوجل تعمل شركات تكنولوجيا أخرى مثل سالس فورس وأديبت اي آي لابس إما على إنشاء تقنية الذكاء الاصطناعية المنافسة الخاصة بها واستخدام تكنولوجيا التي أنتجتها الشركات الأخرى لمنح المستخدمين ميزات جديدة من خلال برامجها من جهة أخرى أمرت هيئة التنظيم الخصوصية الإيطالية بحضر روبوت الدردشة شات جي بي تي متهمة إياها بالقيام بجمع البيانات بشكل غير قانوني وعدم وضع ضوابط لاستخدامه من القاصرين وأصدرت الهيئة بيانا عبر موقعها رسمي قالت فيه إن الشركة تجمع كمية كبيرة من البيانات من دون مبالر قانوني لاستخدامها في تدريب الخواريزميات الخاصة بروبوت وأثار القرار تفاعلا واسعا عبر المنصات حيث علق مدونون بأن التطور الكبير للتقنيات مع عدم قدرة الجهات الرقبية والتنظيمية على مواكبة هذا التطور يفتح الباب لكثير من الثغارات والمشاكل واستغلال المستخدمين بشكل غير قانوني في بعض الأحيان جاء ذلك عقب انضمام شرطة الاتحاد الأوروبي يوروبول إلى الجهات التي تحذر من المخاوف الأخلاقية والقانونية بشأن الدكاء الاصطناعي المتقدم مشيرة إلى احتمال إساءة استخدام النظام في محاولات التصيد والمعلومات المضللة وأيضا الجرائم الإلكترونية هذا وجهدت روبوتات المحدثة بالدكاء الاصطناعي طفرة كبيرة في الشهور الأخيرة ففي أقل من خمسة أشهر تجاوز عدد مستخدمي منصات تشات جي بي تي ثلاثمائة مليون مستخدم عبر العالم من بين هؤلاء يبرز عدد واسع من المغاربة الذين قد الفضوا بعضهم إلى الولوج إليها لكن سؤال مطروح اليوم هل سيلجأ المغرب إلى حضر منصات تشات جي بي تي للدكاء الاصطناعي؟ إلى حدود الساعة يبقى السؤال معلقا أشكر لكم تبا المتابعة